تعالوا نطير بجولتنا إلى البيت الأبيض وتحديده في واشنطن حيث السباق المحموم الآن ما بين دونالد ترامب ممثل حزب الجمهوري وكامالا هاريس ممثلة الحزب الديموقراطي من أجل الوصول إلى كورس الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات التي ستعقد في شهر نوفمبر القادم يعني بعد تحديدا ثلاثة أشهر وانتوا عارفين طبعا للمرة المليون انتخابات الأمريكية بتقام بنظام استثنائي فريد عن باقي دول العالم هو نظام المجمع الانتخابي كل ولاية ببقى لها أصوات على حسب أغلبية الأصوات في الولاية كل أصوات الولاية بتروح للمرشح اللي خادت غالبية الأصوات بما معناه انه ممكن مرشح بمرشعين ياخد أصوات الأفراد المواطنين أكتر بس المرشح الثاني هو اللي يكسب لو الولايات أكتر هي اللي اديت له هي حزبة بيرن ما كده وانا مش عارف العيه هم عمينها للأمريكيان لأنها لا ديمقراطية ولا عادلة ولا حاجة بدا لكن هم شايفين أنه النظام الأكثر مناسبة ليهم في الشكل الفيدرالي اللي بيحكم أمريكا من خلال الخمسين ولاية ما علينا القصة أنه ترامب الآن بعد الحركة البلانس اللي عملها الحزب الديمقراطي وسحب بايدن وقدم كاملة هارس وترامب كان باني خطته كلها باني خطته كلها على التخليص على بايدن فالحقيقة كانت حركة زكية من حزب الديمقراطي قالوا طب انت مش عايز تاكل بايدن ونتخلص عليه طب هاته بقى واخد حد صفحة جديدة فكل الاستراتيجية والخطة والحملة الانتخابية اللي قامت عليها الفريق المساعد لترامب في فكرة التشويه والتخليص على بايدن كلها فشلت فالحقيقة بيعيده ومراجعة الخطط والدراسات عشان يوجهه الحملة بقى تجاه المنافس الجديد اللي هو كاملة هارس اللي واضح انها قوية رغم ضيق الوقت اللي هي ترشحت فيه يعني هي تقريبا فاربعة شهر محتاجة تعود سنة ونص سنتين ومع ذلك كل استطلاعات الرأي الاخيرة بتقول انها متقدمة على ترامب بفارق بعض النقاط في استطلاعات مراكز الرأي هنروح لتقرير اخر تطورات سباق البيت الابيض في امريكا